أنت فتحت نافذة والدتك الله يرحمه المرض كيف تلقيته تامر أول مرة؟ صدقت الوضع ولا قلت مستحيل؟ لأنه بعمر صغير هي نصابت فيه ماما توافت السنة اللي فاتت الله يرحمه وحاجة وستيقفة سبعينة هي مساء بس تخيلة بقى وجلها بدري 14 سنة صح قبل ما توفقنا حوالي 14 سنة أقولي من 2014 لحد اللوقت كم؟ فترة طويلة اللي هو يعني تامر انتكلت وهي ماما فالسؤال بتعاد كتير فمن هنا فهمنا بقى أن فيه حاجة مش طبيعية بقيت تعرفك لأ في أواخر الأهم لا معرفة ما كانت عم تعرفك يمكن أقولهم أنا الممثل اللهم ما ما تعرفوش يعني مش هازف تكر بس يعني مريض الألزهايمر بس يعني الناس يعني حتى بقول رسالة عندي كاميرتي لا طول ما انت معاك الموبايل للزاكي ده اتصار معاك وما بوقتو للوقت اتصور يعني الحمد لله رب العالمين أنا يعني استغلت التكنولوجيا مع أمي طيب استغلت التكنولوجيا رح يردني هذا لموضوع أثار كتير من الجدل والصخط والغضب عند بعض الناس لما انصورت فيديو أنت والدتك اللي في الأغنية اللي لفتت راسه بيوجعه محنش عارف بقى أنه راسه بيوجعه بس أنا كنت كتب تايتل على الفيديو أنه خد بالك من أمك لازم يبقى عندك تولي في بال عشان عندها ألزهايمر تمام؟ ونشرت الفيديو بس بعد كده منسحته لأن إخواتي زعلو أنا شفته اليوم إخواتي زعلو عشان برضه عندهم هتة كده إزاي تصور ماما من غير حجاب قلت لهم مش قصد يعني كده يعني أمي من القواعد من النساء يعني اللي هو دينيا وقرآنيا مش من حقه أنها تتحجب ما بالك مريضة بقى يعني فالفيديو انتشر بس فدنانا فدنانا في إيه لقيت الناس نزل تتصور مع أمهاتها وقبهاتها والموضوع لطيف جدا ولعوات الأم اللي أرحمها يعني تخيالي مثلا كنتش أعرف يعني إيه فضلي ليل الجمعة أن أمي تتوقفها ليل الجمعة دي يا لهوي كنتش أعرف يعني ده الست دي ممدودة بقى يعني أمي دي حاجة مهمة يعني بس الحتة لو أنا عايزة تاجرب أمي بعد الفيديو مليون قناة يعني مليون قناة من دون مبالغة يعني بتقصد أي قناوات كثيرة أي التامير عايزينك عايزيني في إيه كان عيد الأم ساعتها داخل ماشي تمام بس أنا هطلع أتكلم عن الألزوبيمر وإزاي ونعرف إزاي كيف نتصرف مع المريض وكيف أي بقى عندنا يعني على فكرة واللي علمني حتى فيلم اسم ما زالت أليكس ستيل أليكس دي قصة حقيقة تعمل في 2012 تقريبا يعني الفيلم أعلمني إزاي هتعمل معمي تمام فأوريدي عارف المسأل مجربة ومسألش طبيب فأماشي تمام بس تامير هتجيب ماما ماما إيه اللي هتجيبها ماما إيه اللي هتجيبها معاي ده أنا بخاف عليها من الهوى يعني ده لما جيت كورونا كنت بقلع كل حاجة بره إن المناعة بتضعف صح فيه يعتذروا لي بقى يعني طالما أنا مش هجيبها إني عايزين الحالة الحالة إنت أولدتك حتى لما قلت له وما قلت له هطلع بس بليز الفيديو إيه ما يتعرضش عشان خطر إخواتي كده يعني وحتى الفنس هلحضر لك صلاح 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 عم صلاح يعني قال لك مش عارف اللي عمله تامير صح إذا صح قال أنا بكيت بكيت وتأثرت بس مش متأكد إذا كان تصرف صحيح بالزبط بس أنا كانت نيتي إيه إن خد بالك من أمك اتصور مع أمك مع أبوك دي وبرضو قلي شكرا